سأنقل لكم لقطتين فقط الحديث حديث الإجمال سأنقل لكم لقطتين من الذين سيعارضون إمام زماننا أين في العراق في العراق لم تحدثنا الروايات عن معارضة لإمام زماننا بعد أن يصل إلى العراق وبعد أن يستقر الحكم المهدوي في العراق لم تحدثنا الروايات عن معارضة لإمام زماننا في أي مكان في الأرض إلا في هذا البلد البتري في بلد المرجعية التي هي صمام الأمان لعقائد الضلال وعقائد السفاهة والتفاهة إنه الدين الطوسي الخبيث والذي ستبقى آثار خبثه موجودة حتى بعد أن يستقر الحكم المهدوي العادل فإن المعارضة ستنشأ في هذا البلد الذي غطس في النجاسة البترية الطوسية النجفية الكربلائية المرجعية في غيبة الطوسي المتوفى سنة أربعمائية وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والثمانين بعد المائتين حديث يشتمل على جملة من المضامين أذهب إلى موطن الحاجة الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه ثم لا يلبث إلا قليلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بعد أن يستقر حكمه في العراق وفي الكوفة ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يخرج عليه مارقة الموالي برميلة الدسكرة عشرة آلاف شعارهم يا عثمان يا عثمان إنه عثمان بن عنبسة إنه عثمان بن عنبسة هؤلاء يريدون إعادة مجده لأن عثمان بن عنبسة السفياني يكون قد قتل في هذه المرحلة ويكون الحكم السفياني في الشام قد تبدد وأصبحت الشام تحت سلطة إمام زماننا صلوات الله عليه ولكن المارقة هذه في العراق تريد أن ترفع شعارها هذا كي ترفع ذكر السفياني ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يخرج عليه مارقة الموالي الموالي ما هم من العرب الموالي قد يكونون من الفرس قد يكونون من الترك قد يكونون من الكرد الرواية تحدثت عن رميلة الدسكرة في الحقيقة لا توجد منطقة في العراق بهذا الاسم رميلة الدسكرة لا توجد منطقة في العراق بحدود علمي لا في الماضي ولا في الحاضر ما مر علي في كتب التعريخ أن منطقة في العراق بهذا الاسم برميلة الدسكرة لكن في شرق بغداد في محافظة الديالة هناك منطقة معروفة في التعريخ بالدسكرة تقع قريبا من منطقة المقدادية في زماننا وفي الحقيقة هذه مناطق الخوارج في زمان أمير المؤمنين هنا تجمع الخوارج في هذه المنطقة منطقة الدسكرة موجودة في هذه البقاء قد لا تسمى في زماننا بهذا الاسم لكنها في زمن الرواية كانت تسمى بهذا الاسم وهي معروفة منذ زمان الدولة الساسانية الدولة الفارسية هذه المناطق مناطق الدسكرة مناطق المقدادية محافظة الديالة فيها العرب وفيها غير العرب فيها الأكراد وكثيرونهم وفيها كذلك التركو الذين يعرفون بالتركمان في العراق وفيها كذلك أناس كثيرون أصولهم إيرانية هم من المناطق الحدودية الإيرانية العراقية يعيشون في هذه البقاء الموالي من هؤلاء من الأكراد من التركمان من الذين أصولهم إيرانية هؤلاء هم الذين يصطلح عليهم الموالي والدسكرة في هذه المناطق أيضا فإما قد وقع تصحيف في الرواية فجاءت هكذا برميلة الدسكرة وإما المراد من رميلة الدسكرة هي المنطقة المفتوحة لأن رميلة تصغير لرملة والرملة هي المساحة المفتوحة التي تكثر فيها الرمال فرميلة تصغير لرملة والرملة هي هذه فربما الإشارة إلى المساحة المحيطة بمنطقة الدسكرة ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يخرج عليه مارقة الموالي برميلة الدسكرة عشرة آلاف هذا عددهم ليس بالضرورة أن تكون الأعداد رياضية هندسية نهائية إنما تشير إلى الكثرة شعارهم يا عثمان يا عثمان فيدعو رجلا من الموالي فيدعو رجلا من الموالي من غير العرب فالعرب قليلون جدا في جيش الإمام الروايات هكذا أخبرتنا أكثر جيش الإمام من غير العرب وأكثر الموالي في جيش الإمام هم الفرس الروايات تقول فإن دولتنا فيهم أحب العجم والمراد من العجم هنا الفرس من خلال الروايات الأخرى الشارحة لهذه المضامي أحب العجم فإن دولتنا فيهم فيدعو رجلا من الموالي فيقلده سيفه الإمام يقلد هذا الرجل سيفه إنه يذهب بسيف الإمام فيخرج إليهم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم أحد إلى آخر ما جاء في الرواية هؤلاء مارقة المارقة هم الخوارج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قاتل الناكثين في البصرة والقاسطين في صفين وقاتل المارقين في النهروان النهروان أين في محافظة ديالة قاتلهم هناك فلذا كل القرائن تشير إلى هذه المنطقة هؤلاء مارقة والخوارج مارقة والخوارج كانوا في هذه المنطقة التي أشرت إليها الدسكرة هنا أيضا وأكثر أهل هذه البقاء من الموالي من الأكراد والأتراك والإيرانيين الذين هم من قطان المناطق الحدودية القريبة من الحدود العراقية هذه خارجة تخرج على إمام زماننا في العراق إنها آثار الفكر البتري سيأتينا سيأتينا أن من الذين سيلتحقون بجيش الإمام حينما يذهب إلى سوريا لمقاتلة السفياني سيفرون من جيش الإمام ويلتحقون بالسفياني وهؤلاء شيعة بتريون بتريون لعناء الحكاية هي الحكاية ما هذه المناطق مناطق ديالة من أكثر المناطق تعصبا للمرجعية البترية في النجف هذه المناطق ومناطق ديالة من أكثر المناطق تعصباً للمرجعية في النجف أتحدث عن الشيعة في تلك المناطق وأقرأ عليكم أيضاً من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والأربعين بعد الثلاثمائة حديث طويل عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه قرأت عليكم بعضاً منه في الحلقة الماضية ماذا يقول إمامنا أبو جعفر الجواد فبين فبين صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام وتكلم ببعض السنن إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه فيقول لأصحابه انطلقوا فيلحقونهم في التمارين إنه سوق التمارين وهو قريب جداً من مسجد الكوفة قد تكون بدايات سوق الكوفة من سوق التمارين وإليه ينسب ميثم التمار الذي كان تماراً يبيع التمر في دكان له في سوق التمارين والروايات تخبرنا من أن أمير المؤمنين في بعض الأعيان كان يجلس في دكان ميثم حينما يذهب ميثم التمار في بعض شؤونه يبيع له التمر فسوق التمارين هو أقرب جزء من سوق الكوفة إلى مسجد الكوفة فيلحقونهم في التمارين فيأتون بهم أسرى فيأمر بهم فيذبحون وهي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد صلى الله عليه وآله في العراق وفي الكوفة أيضاً كل هذا يمكن أن لا يكون إذا استطعنا أن ننظف الواقعة الشيعية العراقية من قذارات مراجع النجف وكربلة من قذارات المذهب الطوسي من قذارات الثقافة البترية نذهب إلى فاصل الإرشاد للمفيد توفي المفيد سنة 413 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة سعيد بن جبير إنها طبعة الأولى 1428 هجري قمري قموا المقدسة صفحة 543 الحديث عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط الفساطيط هي الخيام الكبيرة ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف قطعا الرواية لا تريد أن تعطي عذرا للناس أن لا يحفظوا القرآن في هذا الزمان إنما تكشف لنا عن أمر سيتحقق ويقع في قادم الأيام نحن مأمورون من أئمتنا أن نحفظ القرآن بقدر ما نستطيع وأن نتلو القرآن بقدر ما نستطيع وأن نتعلم تفسير القرآن أتحدث عن تفسيرهم بقدر ما نستطيع وأن نعمل بالقرآن بقدر ما نستطيع إلى أقصى حد فالرواية لا تشجع الكسالة الذين لا يريدون أن يحفظوا القرآن وأن يتلو القرآن وأن يتعلم القرآن الرواية لا تتحدث عن هذا إنما هي تتحدث عن واقع سيكون وعن حقيقة ستظهر على أرض الواقع إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيطا لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف سيكون صعبا جدا على الذين يحفظون القرآن ويتعلمونه وفقا للمنهج البتري أما الذين يحفظون القرآن ويعرفون قراءة أهل البيت يحفظون القرآن وفقا لقراءة حفص وأمثاله من القراء الكذابين ويحفظونه وفقا لقراءة أهل البيت ويتعلمون تفسير أهل البيت فما هو بصعب عليهم لكنه سيكون في غاية الصعوبة على الذين تعلموا القرآن وفقا للمنهج البتري القذر حفظا تلاوة قراءة تفسيرا فهما في جميع الاتجاهات التي ترتبط بالقرآن ومعارفه وثقافته أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يقف عند مسجد الكوفة أيام وجوده في الكوفة ويقول كأني كأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم هنا عند مسجدكم هذا يعلمون أولادكم القرآن كما نزل كأني بأبناء العجم وليس بأبناء العرب كأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم عند مسجدكم هذا يعلمون أولادكم القرآن كما نزل الروايات تخبرنا عن فساطيط ستنصب بجوار مسجد الكوفة وعن فساطيط ستضرب في داخل مسجد الكوفة هكذا حدثتنا الروايات أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة الثانية والثلاثين بعد الثلاثمئة إنه الباب الحادي والعشرون الحديث الأول بسنده بسند النعماني عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال أخبرني من سمع أبا عبد الله إنه صادق العترة صلوات الله عليه يقول إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من هذا الأمر من دين علي وآل علي إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله هو يعتقد أنه من شيعة علي وآل علي ولكنه سيخرج لأنه سيكون مناصرا للمراجع البتريين حكاية بني إسرائيل دين الأنبياء والأوصياء ودين الأحبار والحاخامات الشيعة الآن يدينون بدين الأحبار والحاخامات إنهم أحبار النجف وحاخامات كربلاء همو همو يدينون بدينهم ويرفضون دين العترة الطاهرة لكن أحبار النجفي وحاخامات كربلاء ضحكوا على الشيعة وقالوا لهم هذا هو دين العترة فالشيعة تحسب أنفسها من أنها على دين العترة ولكن حينما يظهر القائم ويرفع أحبار النجف وحاخامات كربلاء راياتهم لحرب الإمام يقفون مع الأحبار والحاخامات فيخرجون من دين العترة الذي ما كانوا عليه أساسا إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر دخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر من كل المللي الشعوب والأمم ستعتنق دين القائم القرآن هو الذي يصرح بهذا إذا جاء نصر الله والفتح وماذا بعد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه إنهم من كل الأمم باستثناء البتريين اللعناء باستثناء العدد الأكبر والأكثر من شيعة العراق الروايات هي التي تخبر بذلك بإمكانكم يا شيعة العراق أن تدركوا أنفسكم أن تطهروا عقولكم وقلوبكم من نجاسات مراجع النجف وكربلاء إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمار من كل الديانات المختلفة سيذعنون لنتائج المحاكمة المهدوية العالمية سيصدقون الحقائق لأنهم يمتلكون عقولا بخلاف الشيعة الذين طمرت عقولهم بأكوام الخراء المتكلس من خراء البتريين الطوسيين اللعناء إنه خراء متكلس على العقل الشيعي فلا يستطيع الديخيون أن يحركوا عقولهم يحركون آذانهم يحركون ذيولهم يحركون حوافرهم إنهم ديخيون ديخيون لقد بسطوا ظهورهم لمراجعهم العظام أتحفون أتحفون بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل النوبة قال توصل اطمئنهم تركبهم يعني إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عبارة واحد من الأعلام أخبر خمس سنة قال لي ليستعجب مش دارها قلية تركب يعني خلاغة أغامي شيني كما كنتم خلاغة أغامي جيمي كنتم بغلاب وكان حالة السنو فقوش ديخ عربي فقوش ونص عبارة كنا على تفاو وكلكم تعرفون لأنه مالي تأجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش لا مو علم إجمالي هذا هو واقع واقع الشيعة لا هو الواقع الشيعة هذا والله هذا هو واقع الشيعة أنا لهؤلاء أن يستعملوا عقوله إنهم سيستعملون هذانه سيستعملون ذيوله حوافره سيرفعون نهيقه إنهم حميره المرجعية الشيعية المباركة هؤلاء هم بقية الشعوب لم تبتلي بهذه البلية الخرائية بلية الشيعة عظيمة عظيمة جدا أئمتنا يقولون بليتنا مع الناس عظيمة إنهم يتحدثون عن شيعتهم بليتنا مع الناس عظيمة إن دعوناهم لم يجيبوا لم يستجيبوا لنا إن دعوناهم إلى دين الحقيقة مثل ما فعلت الواقفة وغيرها إن دعوناهم لم يستجيبوا وإن تركناهم ضلوا بغيرنا وهذا وهذا الذي يجري على أرض الواقع هذه آخر لقطة أنقلها لكم من أحداث العراق إنها في الكوفة وفي مسجد الكوفة بالتحديد أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران صفحة 470 إنه الحديث الخامس والعشرون عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كأني أنظر إلى القائم عليه السلام على منبر الكوفة في مسجد الكوفة وحوله أصحابه ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر وهم أصحاب الألوية أصحاب الألوية يعني أنهم القادة وهم أصحاب الألوية وهم حكام الله في أرضه على خلقه هذا اجتماع خاص بالقادة حتى يستخرج من قبائه من قبائه من ثيابه القباء هذا الذي يلبس فوق القميص أو فوق الثوب الداخلي الذي الذي يعرف في التعابير الشعبية في العراق بالصاية القباء هو الصاية حتى يستخرج من قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ الإمام الكتاب عليهم فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم أمر عجيب أمر عجيب فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا مر هذا علينا حينما يبدأ الإمام بنبشي القبرين في المدينة يفرون منه لا يبقى معه إلا الوزير وأحد عشر من النقباء الوزير هو أحد النقباء هو أكبره فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا كما بقوا مع موسى بن عمران تلاحظون هذا التطابق والتوافق ما بين بني إسرائيل والشيعة وهذه الأمة كما بقوا مع موسى بن عمران عليه السلام فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا مذهبا طريقا فيرجعون إليه الإمام الصادق يقول والله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به وقت الحلقة انتهى بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أعيد قراءة الرواية عليكم إنها رواية عجيبة الإمام الصادق يقول كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة وحوله أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر وهم أصحاب الألوية وهم حكام الله في أرضه على خلقه حتى يستخرج من قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله فيجفلون عن إجفال الغنم البكم فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا كما بقوا مع موسى بن عمران عليه السلام فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا فيرجعون إليه والله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به موسيقى موسيقى